الأعراض دي اللي هي الحرارة والكحة وتكسير الجسم واحتقان الأنف وهكذا لما تظهر على الأطفال بنروح لدكتور أطفال حلو الكلام؟ طيب لما تظهر على الكبار بنروح فين؟ بنروح لتخصص الأمراض الصدرية تخصص الأمراض الصدرية هو المعني بعلاج هذه الحالة خلوا بالكوا قوي من اللي أنا بقوله الدكتور الباطني بيعرفوا كل حاجة بس مش تخصصه الدقيق فاهمين قصدي؟ لأن فيه ناس تقولك ما أنا عصلي فيه الدكتور فولان ده أنا عارفه بقى بتاع بعالج عنده كمان السكر وبعالج عنده بتاع فهو هيفدني لا الدور ده عائل الكبار يعني الكبار اللي هو مش أطفال يعني أحتاج دكتور أمراض صدرية على فكرة من بين الأعراض اللي بتظهر متأخر شوية أو حتى بعد بداية العلاج يعني بتظهر بعد كم يوم كده يعني نفترض أنه الواحد بقى جاله للدور ده ورح للدكتور وبدأ العلاج يعني بعد ممكن 4-5 أيام 6 أيام هتلاقوا حاجة غريبة جدا في الدور ده بالذات عرض اسمه تغيير الحالة المزاجية للأسوأ يعني تلاقي الواحد قاعد كده مقريف مع أنه راح وتعبان وكل حاجة وراح الدكتور وبياخد ده بس ليه متدايق؟ أنا ليه بقول لكم الحكاية دي؟ بقول لكم الحكاية دي عشان نستحمل بعض ودي نصيحة على فكرة مهمة قوي وبقول لكم فعلا من قلبي ولوجه الله استحملوا بعض يعني العيان المريض يعني لو نفترض أنه فيه زوج وزوجة ولاده بتاعه الزوج عيان خلاص هو مش لازم يقعد يبرر هو ليه متدايق؟ هو فعلا متدايق ومش عارف ليه يعني هو ما عندوش سبب فما تلاقيش بقى زوجتك أو يعني حضرتك بقى تيجي تقول انت مالك ليه قاعد متدايق كده وانت مش عارف هو احنا يعني اللي عينك هو احنا اللي جايبين لك يعني العين ده وعلى دم ما انت بتاخد ده وانت قاعد مكشر ليه هو مش زنبه هو مش بإيده وكذلك الأمر لو عكسنا الحالة ألف سلامة على الجميع مش لازم بقى حضرتك تقول لا انت مالك قلبة وشك ليه ما احنا يعني وانت اول واحدة تاعي ما انت بتاخدي ده وانت هتوقف الكون يعني عشان انت عيانة انا بقول لكم الكلام بالي بتقلق اهو في البيوت صح؟ لا نستحمل بعض نستحمل بعض والأطفال لو طفل صغير شوية او طفل تحت زي يعني بنعرف ناخد وندي معافي الكلام يعني انت مالك كده وانت بتتدل عليه وكل ما هنكلمك متردش ومش عارف ايه هو بيكون من الاعراض بتاعة الدور ده المرض ده بازداء الحالة المرضية اللي انا بكلم عنها دي بازد بتكون عاملة نوع من انواع الاجهاد والانسحاب الاجتماعي بيبقى البني ادم ربنا يعافينا جميعا زي ما بيقولوا كده ما فيهوش حل يتكلم ولا عايز يتكلم ولا عايز يبرر ولا عايز يفسر يعني حتى ممكن يجيلوا مكالمات تليفون مش عايز يرد عليها فتلاقي ناس تزعل الله ما نكلمتك وانت مردتش وعايت لك فساء يا جماعة نقدر بعض نقدر بعض ونستحمل بعض ليس على المريض ايه حرج صح كده طيب